شوي يحكي لي عن نادي الجنسية العمل في نادي الجنسية مع إدارة الجنسية أكو صعوبات رغم أكو نتائج طبعاً إيش هاجب أختارت نادي الجنسية؟ يعني الحمد لله يعني أول شيء يعني هي إدارية هي اختارتني بسبب يعني إخفاقات في المرحل الأولى كان يعني مدرب سابق وبعدها أنه يعني إجت استلمة المهمة صح يعني مهمة ثقيلة لكن كان دعم حقيقي من إدارة النادي وكذلك أنه كان إرادة داخل اللاعبين أنه يحققون ويحافظون على اسم نادي الجنسية نادي الجنسية طبعاً نادي يتابع الوزارة الداخلية طبعاً في الفترة الأخيرة ماكو استقطاعات بسبب أكو تاتش بين ضباط وأخر في سبيل أنه يعني يحاولون أنه أثارت بعض المشاكل وأثرت زيان بعض المشاكل أثرت على منتسبين لا منتسبين هم بعضهم أعضائها إدارية وبعضهم كادر تدريبية وياب يعني من هالباب أنه أنت جاي تنحرج بموضوع المساعدين يريدوهم مو بس حتى على مستوى عضائها إدارية يعني أوجه رسالة من خلالك إلى مدير الجنسية العام المحترم أستاذ رياضي الكعبي طبعاً شخصية محترمة أنه أكو مشكلة بإلغاء التنسيب بعض العضاء الإدارة وبعض المدربين لازم تأخذها بعين الرأفة أنه هذول الرياضيين بغض النظر أنه هم يحملون صفة أنه عسكري بوزارة الداخلية لديك كثير من التشكيلات بوزارة الداخلية وناس غاية طبعاً أكو هناك يد خفية يعني أنا منطلع على هذا الموضوع يد خفية في سبيل أنه أثارت بعض المشاكل بعضهم أنه هو نادي فتي يعني والله فتي وناس طبعاً وعمل بإمكانيات محترمة أنا شاهد إدارة جداً محترمة ومتحامة مع الجميع حسناً كان حرام يقول عليها حرامي ناس منه زهاء والدليل صالوا بستة يعني ما عندهم استقطاعات وموجود عندهم فلوس بالبنك غير واحد شان باك طبعاً وناس معروفين يعني ناس لهم تاريخ وكذا وكذا وناس كل شي قدموا لي حتى معسكر حتى تجهيزات جديدة وما يبخلون حتى مكافآت لكن دا ينصدمون بواقع أنه مراجعات محاكم سووا لهم وسووا لهم أنه شو ما يريدون هذه الإدارة؟ طبعاً أنت منشاهد أنه أصوات نشاز يعني بالمقابل على مستوى مؤسسة حكومية تشوف أنه وراءهم لا لأسف لا يد حزبية وراءهم آية حزبية أي طبعاً ما تخاف من هذا الكلام؟ أخاف حاليا واشكارت إمام علي عليه السلام يقول قول الحق أنا أخير تختمها بآية أي لا 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 هو إمام علي عليه السلام هو آية في الأرض فقوله قول الله سبحانه وتعالى يقول قول الحق لا يقرب أجل ولا يقطع رزق طبعاً طبعاً